طيب بيقال إن القانون لا يحمي المغفلين فهل لو حد تنصب عليه تقدر فلوسه هترجع له تاني ولا يعني خلاص بقى يستعوى طيب خلينا نقول عشان أنا يعني كراجل قانون هتحرج من المصطلح ده فخلينا نقول إن القانون لا يحمي المتعاملين بخفة خلينا نخفف من وطئة الكلب الموضوع ظهر المصطلح ده فعلا بس هو ترجمة عن الإنجليزية وخصوصا الإنجليزية الأمريكية ظهر في أمريكا أنه كان فيه راجل زكي جدا وكان فقير جدا فقير مالا يعني فحبه كان ينثروه عظيمة فيعمل إيه؟ فعمل إعلام في الجرائد وقال إيه؟ اللي هيرسل دولار على الصندوق البريد ده هيصبح ثريا تمام؟ فطبعا دولار في أمريكا مش حاجة ففي ملايين الأمريكان بعتوا إيه دولار وما شبها نصبح أسريا إزاي فهو جاب إيه؟ ملايين الدولارات كوّنها من الإيه؟ من دي فراحوا المحكمة الناس بقى إيه؟ مش عاجبها الكلام إحنا ببناش أسريا هو اللي بقى أسري إزاي؟ مش زاي ما قال لنا نا لب نالوا من بعد كمان فالمحكمة قالت إن القانون لا يحمي المتعاملين إيه؟ بخفة أو المصالح اللي حضرتك إيه؟ المغفلين المغفلين تمام؟ فده أصل الموضوع وده بقى لما تنقلت بالترجمة المصرية فشاعت في مصر إن القانون لا يحمل إيه؟ المغفلين ده كان كاذب ليس أكثر فعلشان كده مفيش عقوبة طالما الكاذب وقفنا عند مرحلة الكاذب مفيش إيه؟ عقوبة زي إيه مثلا؟ زي لو رجل أعجب بسيدة أراد الزواج منه حب تجوز تمام؟ إحنا قلنا إن النصب عبارة عن إيه؟ استلاء على مال الغير أو جزء منه دي مهمة جدا جدا طب أنا النهاردة عقوبة واحدة وعايزة تجوز تمام؟ عملت بقى مظاهر خارجية وبتاع فقط من أجل الزواج منها أنا كذبت عليها آه مظاهر خارجية آه نعم ده نصب؟ لا ليه؟ لأن الهدف إيه؟ مش الاستلاء على المال مش المال آه إنما بقى لو هي ثرية وغنية بقى وعندها أملاك وعقارات ووي 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 واستخدمت المظاهر الخارجية عشان أتجوز منها الغرض مش الزواج الغرض إيه؟ فهنا يبقى في قضية يعني دلزبط يبقى فيه هنا نصب لأن الهدف بتاع أو غرضي الاستلاء على المال وده المجرم بإيه؟ بنصر قانون العقوبات مدى 2830 تمام؟ طيب في موضوع المسترياحين دلوقتي وهذه الظاهرة المنتشرة احنا بنسمع برضو ما احنا بنسمع أرقام كبيرة جدا يعني هل بالفعل دلوقتي حتى القبض عليه أو أي حد يعني اتمسك هل بيقدر بالفعل أنه يتم توجيه ليه عقوبة حتى في حال أنه يعني الأموال مش موجودة أو خلاص الأموال اللي هو يعني تم الاستلاء عليها ما بقتش موجودة وإزاي بيتم كمان يعني أنه إثبات أنه هذا الشخص قام بهذا الاهتيال أو قام بهذا النصب لأنه زي ما حد لك أشارت أنه هو مش بيحط إيده في جيب الشخص لا هو بيخلي الشخص يطال يحط إيده في جيبه ويروح مديله الفلوس فإنا إزاي بقى أنا أثبت أنه هذا الشخص هو المحتال أو هو المتهم الإثبات دي مسألة مادية يجوز بكل كافة الطرق الإثبات جائز بكافة الطرق منها شهادة الشهود منها لو خدت عليه ورقة منها منها من دي ما فيهاش مشكلة نما نرجع بقى للمستريح أو القائم بعملية النصب إن نقام بعملية النصب مجرد أو وجود الفلوس من عدم وبعد عملية النصب لا علاقة لها باكتمال الجريمة بمعنى إيه؟ جريمة النصب اكتملت بمجرد استلامه للفلوس خدت أنا الفلوس من هنا؟ خلاص بقت معايا ضاعت صرفتها هربتها بره دي قصة تانية لا تموتها بصلة لجريمة النصب جريمة النصب اكتملت بمجرد استلامي أو استلام النصب ده للمبالغ أو مال الغير تمام؟